السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير بستنا النهاردة تربية دينية الواحدة آآ تانية بعنوان من مبادئ الحكم في الاسلام واحدة التالتة ناس الواحدة التالتة اسمها الاسلام وقبول الاخر وده الدرس التاني اسمه من مبادئ الحكم في الاسلام زي ما قلنا تاني بنأكد الحصة وحصة تربية الدينية عشان الناس اللي عندها دين مسيحي هتحضر مع ميس إرين تماما شباب طيب حضر معنا النهاردة 18 أخذ الغياب ناس في ناس في الويتن ويتن اللي في الويتن هتدخل طيب بغداري ممكن شوية كده تخذ ما فيش حد غير جنة تامر خلاص كده تدخلها بس هي الواحدة اللي في الويتن ناس في الويتن عشان هتحسبوا على الحضور الغير ده يعني مش هيحضرها ايه الناس نحن حاضرين عنص مش كل الفاصل حاضر مش كل التساعتاشر بس اللي حاضرين ساعداكو تمانية وعشرين طيب طيب زي ما قلنا كده درسنا من مبادئ الحكم في الإسلام وعندنا أهداف إجرائية يعني الهدف من الدرس عندنا على جنب كده لازم الأهداف دي ان شاء الله نكون محققينها في نهاية الحسن طيب هدفنا ايه من درسنا نتعرف بعض مبادئ الحكم في الإسلام يعني على ما يقوم الحكم في الإسلام طبعا على الشورى والمسواة وإن ليس فيه تفاضل بالشكل أو اللون أو المنصب أو الجهة أو غيره أو المال الهدف الثاني يذكر مقياس التفاضل في الإسلام ده نتعرف عليه نناقش أسر تطبيق مبدأ المسواة في المجتمع لما يكون مجتمع كله بيسوده العدل والمسواة نوضح كيف يتحقق العدل في المجتمع زي نحقق العدل في المجتمع تعرف حكم الشورى في الإسلام والناقش أهمية تطبيق مبدأ الشورى على الأمة الإسلامية يبقى دي الأهداف الإجرائية اللي المفروض نحققها من درسنا النهار طيب مقدمة درسنا بتقول إن الإسلام سبق جميع الأنظمة العالمية سبقهم في إيه؟ في إن وضع الأسس والمبادئ اللي بتقوم عليها المجتمعات الإنسانية فالإسلام دين ينظم علاقة الإنسان بخالقه عز وجل ينظم علاقة هذا الإنسان بأخيه الإنسان طبعاً بنا وبين ربنا سبحانه وتعالى علاقة علاقة العبد برب دين وبيننا وبين الناس علاقة برضو يعني بيسودها المحبة والود والمساوزان هو نظام يبقى نظام الإسلام نظام فريد لأنه بيستمد أصوله ومبادئه من الوحي السماوي من عند ربنا سبحانه وتعالى يقوم نظام الحكم في الإسلام على مجموعة من المبادئ والأسس طب المبادئ والأسس دي اللي جعلت منه خير نظام عرفته البشرية في تاريخها ما فيش عندنا في الإسلام ظلم ولا عندنا يعني خيانة عهد ولا رجوع في العهود والمواصيق في عندنا مساواة في أمانة في الصدق في التعامل وهكذا يبقى بما سبق الإسلام جميع الأنظمة العالمية يا شباب السؤال هو على المقدمة الحاجات اللي سبق بها الإسلام جميع الأنظمة العالمية يريد العارف يعني يرفع إيد بما سبق الإسلام جميع الأنظمة العالمية وعالنسبة تدخل حصة ومطنشة خالص يعني لا عايزين يجاوبوا ولا يتفاعلوا بس يعني مجرد حضوره خلاص يريد إليفن غيروا بقى أتباعكوا دي أختار أنا ولا إيه ولا نحترم نفسنا كده ونرفع إيدينا يعني أنت المفروض ما تبقاش في حالة مطلقة على طول قاعد بتسمع بس ده إذا كنت بتسمع أصلا هي جيزي جيزي زي كان جيزي برك إيه الحمد لله الحمد لله جيزي سؤال بسيط خالص هوا في المقدمة بيقول إن الإسلام سبق جميع الأنظمة أي نظام عالمي الإسلام بيزبقه في إنه بيضع أسس ومبادئ بتقوم عليها المجتمعات اشرح ده أعمل إيه الإسلام عشان يزبق الأنظمة الأخرى نظم علاقة الإنسان بخالقه برافو عليك بينظم بنقول الإسام دين بينظم علاقة الإنسان بينظم علاقتك أنت كإنسان مسلم بخالقك عز وجل وإيه العلاقة التانية بقى اللي موجودة في الدنيا بأخي الإنسان علاقة الإنسان بأخيه الإيه الإنسان مش من حق أحد يظلم حق ولا ياخد حقه صحة كده طيب هو ليه نظام فريد يعني متفرد على غيره من الأنظمة برافو عليك لأنه بيستمد الأصول والمبادئ من عند ربنا سبحانه وتعالى وده جيف القرآن الكريم لأن القرآن الكريم ده دستورنا إحنا كمسلمين شكرا يا جيزي كتر خير طيب وقلنا الإسلام بقى أو نظام الحكم في الإسلام بيقوم على أسس ومبادئ أول أساسه أو مبدأ بيقوم علي الحكم في الإسلام مبدأ المساواة يعني إيه مساواة؟ يعني عدل بين جميع البشر سواء بقى كان غاني فقير زي ما قلنا يعني منصبه إيه أو مكانه فين أو غيره لازم يتساوى مع أخيه المسلم طبعا في الحقوق والإيه؟ والواجبات المساواة بين الناس أصل من أصول الإسلام بينبسق يعني يخرج من أساس العقيدة عقيدة المسلم هي عقيدة المساواة فالإسلام ينظر إلى الناس نظرة واحدة يعني الدين بيتطبق علينا كلنا بنفس المقدار ونفس المعيار فهم خلقوا من أصل واحد كلنا خلقنا من أصل واحد اللي هو أبونا إيه؟ آدم عليه السلام وأمونا حواء قال تعالى ده زي ما قلنا احنا بنستمد من الوحي السماوي ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأمساء واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أطقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العزيز يبقى لما أقول لك هالدليل نقلي هتجيب آية قرآنية بتدل على تضيف مبدأ المساواة يبقى ثاني المساواة بين الناس ده أصل مش فرع أصل من أصول الإسلام بينبسق من أساس عقيدة المسلم الإسلام بينظر للناس جميعا نظرة واحدة لأنهم خلقوا من أصل واحد الأب آدم والأم حواء والدليل النقلي مش عقلها دليل نقلي يعني من القرآن الكريم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأمساء واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أطقاكم إذن مبدأ المساواة يقوم على التقوى طيب مقياس التفاضل في الإسلام يعني مين أفضل من مين الإسلام يتعامل مع الناس إزاي في المفاضلة ما فيش مفاضلة في الإسلام لم فيه مفاضلة الإنسان على آخر بلونه أو لغته أو جنسه أو قبلته أو بلده أو حالته الاجتماعية أو الاقتصادية الناس بيتفاضلوا في نظر الإسلام بمقدار التزامهم بأمر ربنا سبحانه وتعالى يعني بخشيتهم لربنا عز وجل وهذا ما قرره الرسول في حجات الوداع الرسول على السلام قال لي نائف حجة الوداع ليه يعني حجة الأخيرة اللي حجها الرسول تجد حجة واحدة وأخيرة قال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ربنا سبحانه وتعالى واحد والله عز وجل أباكم واحد وهو آدم ألا لا فضل العربي على أعجمي فيش مفضلة ما بين العربي اللي هو لغته اللغة العربية أو بيسكن شبه الجزيرة العربية أو أي دولة عربية على أعجمي يعني أجنبي من غير الدول العربية ولا فيه فضل أصلا كمان العجمية على عربي ولا لأحمر يعني في اللون على أسود ولا أسود على أحمر إلا بإيه؟ بالطقوة الاستثناء الوحيد هو طقوة الله عز وجل يبقى نرجع تاني المبدأ المساواة والمفضلة بين المسلمين اشرح مبدأ المساواة في الإسلام يا بغداد بغدادي يقوم الإسلام على مبدأ المساواة اشرح ذلك يلا بغداد يما أردوا وارفعوا أديكم تفعلوا يا عالية عالية بضالي حافظ سيناي معالي ولا إيه؟ لأ صحي طب تفضل اشرح مبدأ المساواة أو بنقول من القصص اللي بيقوم عليها المبادئ الحكمة الإسلام هي المساواة اشرح ذلك وهاتي دليل مقلي إن المساواة للناس أصل من أصول الإسلام أيوة وهو أساسة العقيدة أيوة لأن الإسلام بينظر للناس من منظر واحد هو التقوة وإن الناس كلهم خلقوا من أصل واحد أبونا آدم وأمونا إيه؟ حواة طيب ناس كده أنت شرحتي فين بقدري لك النقلي؟ نقلي يعني من القرآن الكريم آية كريمة بتدل على إن ربنا سبحانه وتعالى بيطبق عننا كلنا مبدأ المساواة يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنصة وزعلناكم شعوب وقوائل لتعرفوا لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أنفسكم لا أتقاكم عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليهم شكرا يا علي ما عندنا كده الجيزي وعلي هما الاثنين الوحيدين اللي كده شاركوا في الحصة أهو كلام ده جماعنا هبسجله ومستر رسومة بيشوفه يعني إحنا بنبعد بنقول مين اللي بيشارك ومين اللي بيحضر ومين اللي بيحضرش عندنا المشاركة النهاردة واحد ستة الجيزي وعلي والناس التانية مطنشة ناس التانية يا إما دخلة بس كده يعني بيثبتوا حضور وخلاص طيب مقياس التفاضل في الإسلام اشرح مقياس التفاضل في الإسلام شاي الناس اللي لما بنجيب لهم الأسئلة بيتقال لهم إن أول مرة يسمعوا التلام ده مقياس أو معيار التفاضل في الإسلام جنة جودة ها جنة جنة في الجنة جنة مش عايزة ترد ها مين بيرد علي أنا كنوز كنوز تفضل يا كنوز بنقول ايه مقياس التفاضل في الإسلام هل في مفاضلة في الإسلام يعني الإسلام بيفضل حد عن حد لا ما لقيم منقول ما فيش مفاضلة في الإسلام ايه على ايه بقى لا بايه ولا بايه ولا بايه اه على أخرى بلونه او لغته اه لا بالدوم ولا باللغة ولا بالجنس ولا بالايه بالقبيل جنسه يعني ذكر او قم او بلده اه او بالبلد مثلا يبقى اللي عيش مش عارفة في فرنسا أفضل من اللي عيش فين لا مفيش الكلام ده او حالته الاجتماعية المتزوج غير متزوج او الاقتصادية اه او الاقتصادية غني ولا فقير لا طب وما لبقى الناس بيتفضلوا في الإسلام بايه اه بمقدار الالتزامهم بأمر الله اه بمقدار الالتزامهم بأمر ربنا سبحانه وتعالى ونواهي وابنقول اللي بيفضل إنسان على إنسان هو الايه التقوى او رسال السلام قال ولا فضل العربين على عجميل ولا عجميل ولا أسود على أحمر وغيره إلا بايه بقى الاستثناء الوحيد ايه يا كنوز التقوى اه انت افضل مني عند ربنا سبحانه وتعالى بحاجة واحدة بس وهي مقدار تقوتك لربنا يعني ايه تقوى يا كنوز التقوى يعني ادبك واحترامك مثلا لا التزامك بأمر ربنا لا التقوى التزامك بأمر ربنا يعني انت بتصلي صلح موعدها انت بتخرج الزكاة انت بره بوالديك كل دي مظاهر من 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 التقوى لربنا سبحانه وتعالى خوفك من ربنا هو ده التقوى شكرا يا كنوز يبقى جيزي وعالية وكنوز وحدة الإنسانية يبقى احنا اتكلمنا عن المساواة ومقياس التفاضل في الإسلام ووحدة الإنسانية إذا وحدة الإنسانية فترتكز المساواة يعني بتثبت المساواة في الإسلام على حقيقة لا يندغل مراء فيها مراء يعني الجدل ما ينفعش الجدل فيها وهي وحدة الإنسانية من حيث نشأتها ومصرها الناس جميعا احنا كوحدة الإنسانية خلقنا جميعا من أب واحد وأم واحد طيب ده الخلق في البداية طيب وما ردنا يعني في الآخر نروح لمين هنرجع لمين لربنا سبحانه وتعالى ليحاسبنا على ما قدمت أيدينا في الدنيا كل حاجة عملناه في الدنيا نتحسب عليها سواء بقى خير فخير اللي هو الجنة لو عملنا خير هندخل الجنة وإن شرنا والعزو بالله فشر وهو النار ومن ثم يرفض الإسلام كل ما يسيء إلى تلك الحقيقة ولده لا يمنح بعض الناس امتيازات وحقوق لا يتمتع بها سواهو يعني ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى يمتع الناس بحاجة ويحرم منها الآخر إلا لهدف أو لغرض ربنا سبحانه وتعالى يقصده لكن المحبة نفسها ربنا مش بيوزع محبته وعلى الناس إلا زي ما قلنا بالتقوى فالكل عباد الله وهم أمام تشيع سواء يعني ما فيش ناس مثلا ربنا ادهم امتياز ان هما ما يصلوش لا الصلاة دي كان نظام بتتطبق علينا كلنا ما فيش ناس ربنا ادهم امتياز في ان هما ما يخرجوش الزكاة لا ده الناس اللي اعترضوا على اخراج الزكاة وقالوا احنا كنا بنؤدي الزكاة ايام الرسول وهنمنعها بعد كده حاربهم سيدنا ابو بكر في حروب الردة وقال ان التزامهم بالزكاة معناه محافظتهم على اسلامهم لان الزكاة ركن من اركان الاسلام يبقى اركان الاسلام بتتطبق علينا جميعا بدون مفضلة ما بين يعني نوعية من البشر وغيرهم ولا محابة ولا تمييز يحيي عوض حضرتك لسه داخل دلوقتي يعني على اخر الحصة بتدخل طيب هيبقى ثاني كده بنقول اتكلمنا عن المساواة والتفاضل ومقياس التفاضل في الاسلام افتكروا معايا من مبادئ الحكم في الاسلام المساواة ومقياس التفاضل في الاسلام التقوى وكمان وحدة الانسانية اشرح كيف تتطبق وحدة الانسانية جنة جودة جنة انا بترد الجنة حلا حلا ومحدش يقول لي مثل انت اللي عملاني ميوت انا مش عملاني لحد فضالي حبيب احنا بنقول الاول هتقول يدي ايه هي مبادئ الحكم في الاسلام احنا خدنا لغاية دلوقتي تلاث حاجات اسمعها ايه المساواة اسمعها المساواة اه وايه كمان مقياس التفاضل في الاسلام مقياس التفاضل بيكون بايه بالطقوة بالطقوة وامة واحدة لامة ادم وايه وحواء كل البشر نشأوا هذه النشأة طب ومردنا في الاخر بقى كلنا فين لربنا لربنا هيحسبنا صح لو خير هندخل الجنة ولو ايه شر يدخل النور بالضبط كده طب هل في حد مرخص له ترخيص اخر لا اه يبقى كلنا ايه بقى متساواة اه سواء امام الله كلنا عبادة الله وكلنا بنخضع لنفس التشريع ولا في محاباة ولا تمييز شكرا يا حالة تترخير طيب احنا خدنا كده من مبادئ الحكم في الاسلام هناخد بقى من صور المساواة احنا خلاص متساوين طب ايه بقى من صور المساواة اولا العدل نسجل بس الحالة كده مشاركة يبقى جيزي وعالية وكنوز وحالة العدل نتيجة حكمية للمساواة ثاني العدل نتيجة حكمية للمساواة طالما فيه مساواة من الناس بفعج فلا معنى المساواة بدون عدل وهو ضرورة اساسية احنا طالما كلنا بشر كلنا بنخضع لنفس التشريع نفس النظام الالهي كلنا بنتمتع بوحدة انسانية واحدة يبقى هيتطبق علينا الايه؟ العدل العدل ده نتيجة حكمية للمساواة لا معنى المساواة بدون عدل ضرورة اساسية لقيام المجتمع واستقراره اي مجتمع يقوم ويكون مستقر لازم يكون قائم على مبدأ العدل يبقى فيه عدل بيننا مش حد احسن من حد فيسل احسن انسان بالعدل بزل كله وصعب في خدمة المجتمع من هنا فان المجتمع يتمتع بالاستقرار والتقدم يبقى نتيجة العدل ان المجتمع يكون مستقر ومتقدم ولذلك حرص القرآن الكريم وهو يضع لبنات يعني اسس المجتمع والاسس العامة في تكوينه ان يجعل العدل احد مبادئ الاسلام او الحكم في الاسلام قال تعال وده دليل نقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكروا صدق الله الرحيم يبقى الاسلام دين العدل جاء الاسلام بالعدل الذي يكفل يعني يضمن لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل ايه القاعدة الثابتة دي؟ قاعدة يعني راسخة لا تميل مع الهوى ما بتتأثرش بالأهواء ولا تتأثر بالود والبغد يعني مش عشانك قريب من الحاكم أو من الرئيس أو غيره يبقى انت تتمتع بحاجة أو بمقدار أفضل في الأفضلية من غيرك لا ولا تتبدل مباراة للصهر أو النسب يعني بيننا مصهرة زواج أو نسب أو غنى أو فقر أو غير أو قوة أو ضعف إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد احنا ما عندناش في الإسلام زي ما قلنا لا نكيل بمكيال واحد يعني عندنا معيار واحد وهو العدل وتزن بميزان واحد للجميع طب عندنا كمان دليل نقلي من القرآن الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله عما يعزكم به إن الله كان سميعا بصيرة صدق الله العظيم يبقى بنقول الإسلام دين العدل والإسلام دين المساواة العدل حق العدلة الإسلام حق لكل إنسان بوصفه إنسانا طبعا ما أنت إنسان يبقى لازم تتمتع بالعدل يبقى العدل يتطبق عليك سواء فيه الواجب اللي أنت بتقوم به أو الحقوق اللي أنت يعني ستقول إليك أو ترجع إليك واجباتك وحقوقك العدل في الإسلام حق لكل إنسان بوصفه إنسانا زي ما قلنا طالما بتجتمع مع غيرك في الإنسانية مسلمون مأمورون بالحكم بالعدل بين الناس المؤمن منهم والكافر والعربي والعجمي حتى مع الأعداء لازم نتعامل مع العدل سواء فيما بنا أو مع غيرنا الذين يحملون لنا ونحمل لهم من الشنقان اللي هو الحقد والبغض ما تنوء أو تعجز بحمله القلوب ولا يجرم أنكم شنقان قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله العزيز يعني ربنا سبحانه وتعالى بينبهنا وبيقول حتى لو في قوم أعداء أو في عدوة بيننا وبينهم وبيننا شنقان اللي هو حقد يحفظوا علينا وإحنا بنحفظ عليهم لازم نتعامل معاهم بالإيه؟ بالعدل ليه؟ لأن العدل ده أقرب للتقوى ربنا سبحانه وتعالى الكل ما تعاملت بالعدل كل ما كنت بتبطق الله عز وجل وفي أمثلة كبيرة يعني في التاريخ على عدل الحكام المسلمين القرابة قد تضع في الإنسان حين يقف موقف الشهاد يعني مثلاً لو القاضي بيستدعيك للشهادة على أقرب الأقربين بالنسبة لك أنت هتكون في حالة ضعف ليه في حالة ضعف؟ لأنك تشهد على أقاربك مثلاً يعني الموقف هيكون صعب لكن ربنا سبحانه وتعالى بينبهك وبيقولك حتى لو على أقرب الأقربين بس أنت تحكم بالإيه؟ بالعدل أو تقول الشهادة الإيه؟ شهادة الحق حين يكون موقف الشهاد أو القاضي فلا يعدل في قوله أو الحكم ومن هنا ينبه القرآن إلى هذا مؤكداً دعوته إلى قول كلمة الحق والعدل طيب وكمان ترائب ربنا سبحانه وتعالى هو أقرب إلى المرء من حبل الوريد وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان دا قربه ربنا سبحانه وتعالى بينبهناه بيقولك لو قلت أو نطقت الشهادة شهادة الحق لازم تشهد الحق وتعدل حتى لو كان على أقرب الأقربين بالنسبة طيب إعطاء الحقوق لأصحابهم يكون العجل بإعطاء الحقوق لأصحابهم وتنظيم العلاقات بين الناس تنظيماً عادلاً ويكون العدل عملياً بالتسوية بين الناس لازم يكون في مساواة في المعاملة ومكافئة الجهود بحسبها يعني العمل مجهود ياخد حقه ياخد حقه دا بالعدل نعطي الحقوق لأصحابها وإسناد الأعمال أو الوظائف لمن يستحقونه يعني لو أنت ليك منصب أو يعني ليك أحقية أن أنت تعين حد أو تعطي منصب لحد فتختاروش لأنه هو قريبك أو صاحبك أو منك وبينه نسب أو مصاهرة لكن تختاروه لأنه هو يستحق دا لأنه مؤهلاته بتحكم له بدا وعدم المفضلة والتمييز بينهم تبعاً للهوى أو المصلحة يعني تبعاً بتحبه فتعينه لا بتتراهه فتستبعده لا الإسلام يعني يأمرنا بالعدل طيب عندنا صور سلبية وصور إيجابي الصور السلبية بمنع الظلم وإزالته عن المظلوم يعني ما تلاقي أحد أصلاً مظلوم حاول تمنع الظلم عنه هم نقول العدلة ها العدلة لي صور سلبية وصور إيجابي من تطبيق العدلة في الصور السلبية أنك تمنع الظلم وتزيله عن المظلوم أي يمنع انتهاج حقوق الناس المتعلقة بأنفسهم وأعرفهم وأموالهم وإزالة أثار التعدي الذي يقع عليهم وأعادة حقوقهم إليهم ومعاقبة المعتدي عليها فيما يستوجب العقوبة وإذا تجلى في أحكام كثيرة بتتعلق بالمعاملات المالية والحقوقية بواجهة عام وبالجنايات يبقى لتطبيق العدلة جماعة صورتين صور سلبية أنك تزيل الظلم عن المظلوم طب والصور الإيجابية بقى تتعلق بالدولة يعني إيه بالدولة؟ قيمها بحق أفراد الشعب في كفالة حريتهم يعني الدولة لازم تكفل لك حريتك وحياتك المعيشية حتى لا يكون فيهم عاجز مطروك ولا ضعيف مهمل ولا فقير بائس ولا خائف محدد يبقى مين هيقول لنا؟ وإحنا بنطبق العدل المفروض ليه صورتين صورة سلبية وصورة إيجابية حسن جودة لسه داخل خلاص على آخر الحصة الحصة بتخلص هيا جنة جنة الجريح جنة يعني مفروض حصة التربية الدينية دي من الحصة ستكون يعني محببة ليكو أو قريبة من قلوبكو تبتدرس دينك لا عايز تشارك ولا عايز تتكلم هيا يا حيا يعني أنا كمان بسجل عندي الأسماء اللي أنا بطلوبها وبسألهم وبيردوش صدر مش لازم يعني تروح علينا هنا كل شوية عاد أهدفكم صدر يا صدر يا بنقول لتطبيق العدل صورتين صورة سلبية وصورة إيجابية شرحها صورة سلبية اتمنع الظلم وعزم ايوه صورة سلبية ان خلاص حصل الظلم يبقى انت بتمنع الايه بتمنع الظلم ده وبترجع للناس حقوقها طب والصورة الإيجابية والصورة الإيجابية تتعالك بالدولة وخير مابقى واخرات الشعب ايوه ايوه وحياتهم المعيشين شكرا يا حتى يا حتى خير يا حتى عوض طيب عندنا كمان الشورة كان في حد رفع ايده ولا دي تهيئات اه تهيئات سبق الإسلام الغرب في طب احنا كلمنا عن المسواة والعادل وازاي بتطبقوا نكلم تاني عن الشورة سبق الإسلام الغربي في اكرار مبدأ الشورة يعني الشورة يعني مشاورة بين الناس نحن بنسميها الديمقراطية الدولة المعصرة بتسميها ديمقراطية لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل بيها وكان ده مبدأ من مبادئ الحكم اللي ارصاه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الشورة انه يشاور أصحابه لهم الصحابة عليهم السلام التي يختار فيها الشعب الممثلي من خلال الانتخابات يعتبر مبدأ الشورة من أهم مقاومات نظام الحكم في الإسلام يبقى أول مقاوم من مقاومات الحكم في الإسلام إيه؟ أول حاجة لقبل ما نتكلم عن الشورة أول مقاوم أو مبدأ من مبادئ الحكم في الإسلام إيه؟ ها هايا هايا أول مقاوم من مقاومات الحكم في الإسلام إيه؟ اللي احنا كنا منتكلم عنه ها المساواة المساواة والمساواة دي بتقول إن ما فيش مفاضلة في الإسلام إلا بإيه بالطقوة يعني بعد المساواة كلمنا عن التفاضل وعن وحدة الإنسانية وكلمنا عن صور المساواة من صور المساواة إيه هاي العدل زي ما قلنا كده أول صورة من صور المساواة العدل كلمنا عن إن الإسلام دين العدل والعدل حق وكلمنا عن إعطاء الحقوق لأصحابها كلمنا عن وإحنا بنطبق العدل عندنا صور إما سلبية إما صور إيجابية يبقى تاني مبدأ من مبادئ الإسلام وهو الشورى ما معنى الشورى رحيم عزا رحيم ما بيردش جميل أول ها توقّل توقّل هاي يوسف يوسف عوض يوسف ايوه فقدّل ايوه كلمنا عن أول مبدأ من مبادئ الحكم في الإسلام وهو المساواة ثاني مبدأ الشورى يعني شورى لما لما ياخدوا قرار يتشاوره في أيوه أي قرار المساواة اللي هي المشورة في القرارات والرسول عزاة والسلام كان بيشاور أصحابه في أي قرار طيّم وبيسمى ايه بقى مبدأ الشورى ده في العصر الحديث بيسمى ايه يوسف الدول اللي بتتعامل بالشورى بنسميها دول ايه دول ديمقراطية الشورى عنصر من العناصر الشخصية الإيمانية يقول الشيخ شالتوت وده ممكن نستعين برأيهم يعني جلنا سؤال على رأي الشيخ شالتوت في الشورى الشورى هي أساس الحكم الصالح استبيل إلى تبين الحق ومعرفة الأراء الناضجة أمر بها القرآن وجعلها عنصر من العناصر اللي بتقوم عليها الدولة الإسلامية ففي الكتاب الكريم سورة عرفت باسم سورة الشورى يعني في القرآن في سورة كاملة اسمها سورة الشورى سميت بذلك ليه بقى؟ لأنها السورة الوحيدة اللي قررت الشورى عنصرا من عناصر الشخصية الإيمانية الحقة نظمتها في عقد حياته طهارة القلب والإيمان يعني الشورى دي بتبنينا ازاي؟ في طهارة القلب والإيمان والتوكل وطهارة الجوارح هي أعضاء الجسم من الإسم والفواحش ومراكبة الله بإقامة الصلاة وحسن التضامن بالشورى طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وهو أكمل الناس عقلا كان بيستشير أصحابه؟ الرسول بالرغم من أنه أكمل الناس عقلا وأكثرهم إيمانا كان بيستشير أصحابه كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول المعصوم والمؤيد بالوحي أمره الله سبحانه وأن يستشير أصحابه فيما لم ينزل عليه من الوحي يعني في حاجات كان بينزل أو قضايا بينزل فيها الوحي قضايا حاسمة لكن غير كده كان بيقعرض المواقف كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيستشير فيها أصحابه وأوجب عليه ذلك كانت الشورى في حق غيره من الأحكام والأوامر أوجب الشورى مدرسة تربوية للأمة وتظهر من خلالها شخصيتها وتحقف ذاتها إحنا بنكتفي بأننا بنقف عند يعني خلصنا كده مبدأ العزل والمساواة والشورى والتدريبات دي هتحلوها في الواجب وتبعتوها تمام؟ ثاني تدريبات الكتاب في الدرس ده من مبادئ الحكمة في الإسلام هتحلوها في الواجبات وتبعتوها تبعتوها على الأسطايمنت شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزيلا